مرحبا يا حلوين اليوم نحكي عن عطر كتير حلو هو عطر نسائي اسمه جود كير انه هاي هو بوكس جاي فيه 3 قطعة اول قطعة هو العطر نفسه شوفوا اديه هو شكله حلو وانيق هون طبعا مكتوب المعلومات فيه وهون بس مكتوب اسم العطر هاي خمسين ميل بعدين بيجي معاه هذا الزيت هاد الزيت من نفس العطر وفيه هيك بلمع هو بعطي لمعة للجسم حلو مع البرونزر لما تكون فيه عاملتان او اشي زي هيك حتى لو فيك تان ما بيفرق تحطي فوقي هيك لمعة وبالذات انه عن لون الدهبي فرح يطلع كتير كتير حلو يعني عالجسم غير الريحة الحلو والشكل الحلو رح يعطيه هاد 100 ميل وبعدين اجت معوها هاي القطع الصغيرة هي من نفس العطر بس حجم 7 ميل عشان تحطيه بالشنطة مثلا هيك بس هلا بنلاحظ انه الخمسين ميل هو بيرش من هون وهي من هون انتي بتراح ترشي العطر منه اما هاد فهو انتي رح تفتحيه وتديري دير على الاغلب لانه ما الوين ترشي بيجي هيك 3 قطع هلا بنحكي عن العطر بالنسبة لهذا العطر هو عطر النسائي اسمه غودغير هو صدر ب2016 يعني مش جديد بس صار فيه منه اصدارات كتير جديدة بس انا حبيت هذه الريحة هي ريحة ورود وفواكه ريحة تعتبر هادية مش ريحة قوية هو مناسب لكل الاوقات وكل المناسبات هلا بالنسبة عندنا لهذا العطر هو غير شكله الانيق هيك بالتسريحة لما تحطيها بغرفتك اديه هو شكله حلو وانيق هو كمان بالنسبة لريحته هو اول ما ترشي العطر رح تكون فواحة ريحة اللوز والقهوة والريحة الليمون وبعدين بيصير عندنا بالوسط ريحة المسك وريحة الفل وريحة السوسن والياسمين وزهرة البرتقال وبعد هيك بيصير عندنا ريحة الفانيلا والخشب الصندل والمسك والعنبر والقهوة لا مش القهوة القهوة بالبداية رح تشميها القرفة والبتشولي وخشب الاروز بالنسبة لائله هو يعتبر رائحة شرقية من مكوناته اصلا رح تدركي انه رائحته شرقية يعني هو كتير حلو هادي ونثوي يعني بعطي هيك طابع حلو للبنت اللي راشيته مناسب لاغلب الاعمار لانه هو هادي طبعا هو من الموقع هم بيحكوا انه مناسب لكل الفصول وكل الاوقات ليل ونهار لانه هو بين ريحة الورود والفواكه فما بتقيد في فصل معين ولا بتقيد بعمر معين او صبح او ليل فانا بحب اشتري هذا النوع من العطور اكتر يعني ممكن مرات اجيب اعطر بناسب للليل بس مثلا للشتة بس بس مش طول الوقت انا بحب هيك نوع من العطور يعني انه يناسب دايما هاده فيديو تاعي اليوم ان شاء الله يكون عجبكم اذا عجبكم حطوا اللايك عشان اعرف انكم بتحبوا هاده النوع من الفيديوهات واعملكم منه دايما هلا لازم احكي لكم مع السلامة